السلام عليكم مرحبا بكم معي في وصفة اليوم كيف ما شفتوا في العنوان اليوم سنوجد معاكم واحد الحلوه بمكونات بصاد ضغيه كتوجد بجينواز ما كتحتاش الفران ناجحة من اول تجريبة اتمنى ان وصفة اليوم تنال اعجاب ديالكم ما غديش نطول عليكم امشوا منيش نشوفوا المقادر ونبداو على بركتي الله بالنسبة المقادر غدي نحتاجو كثل رب ديال الحليب نصف كاس ديال الزيت كثل رب ديال ثانيدة ثلاثة البيضات جوش الكيسين ونصف ديال الفورس جوش خمارات جوش ساشيات ديال البودرة ديال كاكاو وعندي فاني اذا هدو هما المقادر نشوفوا الطريقة ونبداو على بركتي الله اول حاجة غنبداو بها هي البيض البيض دي ما خصو يكون على درجة حرارة المطبق يعني فيما نبغو نديرو شي وصفة الى كان عدنا فتلاجة خصنا نخرجوه بمدة قبل الى لاحظة كيف مكتلكم ثلاثة البيضات غادي نزيد عليهم باني ساشي ديال الباني والسانيدة سانيدة انا هنده تغيق كاست الاروب يعني حاولت انني انقسم الحلاوة والسانيدة خاص الحبيبات دياله يكونوا رقاق حكي بما عارفين يعني كينا كينا سانيدة اللي كيكون في البدد ديالها غلاط كنحاولوا اننا نطحنوهم واحد شوية وكنخدمو بها كنحركوا المكونات ما بعض ديتها حتى كتدب لنا السانيدة في البيض من بعد غادي نزيد الزيت نصف كاس ديال الزيت وغادي نواصل التحراك الا لاحظة هنا انا استعملت غيط دراب يدوي يعني مخدمتش بالدراب كهربائي بعد ما نخلطو غادي نزيدو الحليب كاس تلاروب ديال الحليب وغادي نواصلو التحراك نزيدو واحد القبيسة ديال الملحة وواصلو التحراك تاكي واللي عدنا خالط واحدة يعني رها طريقة ساهلة ضغياء كتوجد وناجحة 100% دابا غادي نزيد دقيق بالنسبة للدقيق انا هنا يا كيفما قلت لكم في المقادر عندي جوش الكيسان ونصف دقيق خاصو يكون مغربل ومن الاحسن انه يكون نوعية مزيانة غمقا نضيف بشوية بشوية حيث كيفما كان قلت لكم في قاعد الفيديوهات انه يختلف من نوعية نوعية كينتقاق اللي كيشرب كينتقاق للعكس وعمهنا يا كيفما قلت لكم انا قدوني جوش الكيسان ونصف نيشان غادي نضيف البودرة ديال كاكاو كيفما لاحظت وراني غربلتها بشي يحيدوا لي يدوكو الحبيباز وغادي نخلط غادي نضيف الخمارة كيفما اذكرت لكم في المقادر بالنسبة للخمارة عندنا جوشة شيات يعني 16 قرام وغادي نخلط المكونات كاملة مع بعضيات حسلة الح Renault يعني الناس هو ما شي ستياته في الفيديو اذا ocean حسنا تقال لا هنا صح Size كيف مكتلكم في العنوان يعني هاد الجنواز ما غديش نطيبوها في الفران غدي نطيبوها في المقلة كيف ما كتشوفوا معايا ناخدو مقلة من الاحسان مقلة مسكونش كتلسق كندهنوها بالزبدة وكنحطوها فوق البوطاء كتسخن شوية من بعد كنكبو الخالات أنا الخالات هناك قريبا طاني ربعة يعني مقسمتوه على ربعة على حساب القياس ديال المقلة كيف ما كتشوفوا معايا كنكبو الخالات كنحاول نقدو على هاتشكل وكنغطيوه ضروري خسنا نغطيو وكنخليو تقريبا واحد خمسة دقايق على حساب على نار مهيلة اعتكت بلنا انها ربدة تكتشت فراسها أنتو ما غتشوفوا معايا شكل وكيفاش في الفيديو كيف ما كتلكم كان نغطيوها الى لحظة هنا يا ربدة تكتشت لنا فراسها يعني كنخليوها حتى تكتشف من الفوق مزيان يعني ما تكتبقاش بلنا انها جارية وكيف ما كتلكم يعني ضروري المقلة خصها ما تكونش كتلصق باش عاوننا كتر الى لحظة هيا طابت لنا يعني ما بقى لنا إلا نقلبوها باش تطيب على الفاس الثاني والفاس الثاني رد غياك تطيب عليه يعني ما كاملاش دقيقة بحل غياك نقلبوها باش تاخد هذك الحرارة ديال المقلة إذا على هاتشكل كيف ما كتشفوا معيارها طريقة ساهلة وناجحة مية في المية غادي نقطيها واحد شوية كيف ما كتلكم تقريبا واحد دقيقة وغادي نحيضها وغادي نكمل على نفس الطريقة الكمية لبقالية ديال الخالات بالنسبة للجنواز اللي بغاها بيضة كانتصغنعوا على البودرة ديال الكاكاو وكانخدموه بنفس الطريقة يعني سهيا كتجي مزيانة وناجحة مية في المية وكيف ما كتلكم نحاولوا أننا نخلي واحدة تشد فراسها مزيان يعني ما تقش الجارية لنا من فوق باش منقلبوها أنها تعاوننا تقلب بسهولة وما تقسمش لنا غادي نكمل جنواز ديالي في الطياب وندوزوا باش نشوفوا التاتيمة ديال الفيديو نتمنى أنكم تكونوا حصلتوا حتى الهناية ما تنساوش خليوا الياجام وكملوا فيديو تلاخر أنا بأكدة أن الوصفة ديال اليوم غادي تعجبكم وغادي تجربوها ومعمركم تصغنوا إليها مازال جنواز ديالنا من بعد ما وجدت كيجي على هاتشكل كيف ما كتلكم أنا خرجت لي أربعة ولكن أنا حاش شي غيب ثلاثة اللي غا نخدم بيها بما برد غادي ندوزوا نوجدوا لا كريم لا كريم أنا هنا استعملت القيش دطارية لا كريم فخاش تقدروا تستعملوا لا كريم شونتي بالنسبة لي هنا أخذية 250 جرام تقريبا رابعة حيط الحلوة غا نديرها غي صغيرة قياسية وستعليها وغادي ندرب لها كريم فخاش مزيان حتى كي طلع وكي ولي عاقد يعني أنا هنا في الضلز أنا نخدم بكريمة سامبل ما ندرو عليها تنكها باش بقعدنا الوصفة يعني سهلة وفي المتناول وكيف ما تليكن قدروا نستعملوا لا كريم شونتية يعني قدروا نشرو ديك الباكية ونستعملوا مع وحد نصف كاز ديال الحليب اللي يكون بارد نزيان نرجعوا الحلوة ديالنا المراحل الأخيرة كيف ما شفتوا معايا هاد الوجه ديما هو كيكون من الفوق دابا غادي ناخل هاد المو اللي غادي المونطي فيه الحلوة إلا لاحظوا أنني كنحاول نقطع على القياس دياله كنقطع هي والدوائر الآخرين ديال الجنواز يعني أنا نرى نسيت ما صورتهم ديكم كنقطعهم على نفس القياس كنحاولو أننا نحيدو هادوك الجناب باش كتكون عددنا علاق الدلمون وهذا هو القياس ديال الجنواز ديالنا اللي بغينا نخدمو بيها هنكونو وجدنا مقبل واحد سيرو لينسقيوها ديه تقريبا أنا سيرو هنا سعمت نصف كاز ديال ما جوجت المعالق صغار ديال ساني دا كندرون فوق البوطة حتى كي يطبخ مزيان وكي يتقال وكي يكون واجد دا بغا نحاولو أننا ندهنوها مزيان كيف ما كتشفوا معايا وكننا اخدو لاك خيم فخاش واحد الكيمية اللي كنغطيو بها الوجه ديال الحلوة الكاملة يعني كنحاولو نديرو واحد طبقة ديال لاك خيم يعني مندروش طبقة رقيقة بزف ومندروها شعالية بزف على حسب المون اللي عندنا كما كتشفوا معايا أنا اغطيت لها الوجه ديالها الكامل بلاك خيم فخاش لنحاول أنني نوزعها بالتساوي لحطوا معايا الحلوة رح نخدمناها بطريقة سهلة يعني أنا تعمت منديد حتنكها بش بقا سهلة وفي المتناول وتزعموا أنكم تجربوها من بعد ما كنت الرح إلى لحطوا أنا هنا يازت القرقاع القرقاع كيبقى اختياري يعني اني مبغاش يديرو مش مشكل ولكن انت هو كيعطيو حد طعم زوين أنا هنا تقريبا ندرتو حد نقدار دير خمسة درهم يعني فرقتو بين الطباقات غادي نوزعو على الطبقة كاملة وغادي نزيد نكمل الطبقة الجوج دي بقولية بنفس الطريقة اللي خدمت بها الطبقة اللولى كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو كيبقى كيف هو الفرق لي كين أنا فاش كنحطو الجنواز كنحطوها عكس لي حطيناها المرة اللولى يعني الوجاه اللي يدرنا بتحت في طبقى اللولى كنديرو هو الفوق في طبقات ثانية وطبقات ثالثة وديما كنسقيو الجنواز مزيان وكيف ما كتليكم دابا غادي نغطي الوجاه ديالها بلا كخيم وغادي نزيد طبقات ثالثة ونفينيوها باش نشوفوا الشكل نهائي دياله كيف ما كتليكم غادي نخدمو الحلوى ديالنا بنفس الطريقة اللي خدمنا بها طبقى اللولى إلا لاحظوا معي هنا في الفيديو وراء المول يعني العرض دياله جاني صغير غدي نخلي لكم في صندوق الوصف القياس ديال المول وغدي نخلي لكم المقادير مكتوبة غدي نسرع الفيديو يعني باش ما يجيش طويل بزاف وما يكونش موميل وكيف ما كتشوفوا معي ده بك نحاول أنني نقدل لها الوجه ديالها ونوزع لها كريم ديما بالتساوي يعني كنحاول نقدو باش ما تجينيش جيها طالعة و جيها نازلة ومن بعد ما غنسالي غدي ندخلها تلاجع تقريبا واحد عشرة دقائر غيب يمزاد شدات فراسها وغادي نشوفوا الزيين أو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا ديال اليوم ديالنا هيا واجدة كيف ما كتشوفوا معي رهاشة ده فراسها يعني حتى لك خيم رات طلعناه مذيان كيف ما شفتوا ما استعملناش الجيلاتين نهائيا يعني ما كيجيش لك خيم دايب أو طايحة يعني كسب قاعدنا واخدى لفغم ديالها من بعد دابا بقات لنا غيب زين زين كيبقى اختياري على حسب اي واحد باش غادي زين انا جناب هنا اخترت انني ندل لهم شريطات كيف ما كتشوفوا معايا قدروا ندرهم غيب فورشات او نقدروا نزوقوهم باي فيلي يعني زين كيف ما كتلكم كيبقى اختياري على حسب الرغبة وعلى حسب شنو متواجد عندك يعني انا كنحاول نعطيكم غيب افكار لتقدر تعاونكم ولي عندو مثلا فكرات قدرت فيدني خليوها لي في الكومنتر اننا نستفدو من بعد ديالها يعني اخديت الكريم درتو فورب بوش وزوقتو على هاتشكل ونرجع نقول لكم انه زين كيبقى اختياري من بعد ما كان سالي كيف ما كتشوفو معايا دوك شريطات كيجيو على هاتشكل يعني كيعتو واحد المنظر زوين ده ببقاليا الوسط ديال حلوة فانا اخترت انني نزينو بالتسير كيف ما غتشوفو معايا قطعتهم طريفات وعمرت الوسط بهم كيف ما كتشوفو معايا وحاولت انني نبعد بالالوان على الاقل بيش اعطونا واحد الشكل او واحد المنظر ليكون زوين كيف ما غتشوفو معايا هدا هو الشكل نهائي ده بغادي ناخد نباش وغادي نحاول دهن هادو كيف فواكه من الفق يعني باش كيعاون كيعطيه واحد لامعان وكيعطيه واحد المنظر زوين من بعد ما دهننا الدسير بالنباش شوفو معايا كيفاش كيجيو شكل ديالو كيعطيه واحد لامعان وحد المنظر لي كيجيو زوين انا اخطرت الحلوة انني نزينها بهالطريقة كيف ما تليكم نزين اختياري هدا هو الشكل نهائي ديالها ده بغا نشوفو من الوسط كيف جات خليكم معايا الودينا هدا هو شكل ديالها من بعد ما كنقطعوها الى لحطورة كجيزوينة بالزاب جنواز كجيرطبة وكيف ما شفتوا معايا رهها سهلة وناجحة يعني من اول استعمال وما فيهاش مقادر بالزاب وحتى الحلوة رهها بسيطة كيف ما كتليكم يعني انا اتعمت انني نستعملها معاكم وحتى طريقة اللي تكون في المتناول ضغية كتوجد وما كتستغرق وقت الوقت بزاف لا لاحطوا احنا ما خليناهاش وقت كبير انها تبرد ولا تبقى كتشد فرازها كيف ما كتشوفو معايا في الفيديو كيف ما كتليكم كتجي على هاتشكل كانت هدية الوصفة ديالنا ديال اليوم اتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم انكم كملتوا الفيديو تلخر خليوليا جيم كومنتا قلوليا كيف فجاتكم دابا وما بقى لي الا نقول لكم سلامة وانتلاقى ان شاء الله في وصفة قادمة باذن الله اشتركوا في القناة